أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنحل فيها درس الشغل والطاقة من بنك الأسئلة للعام الدراسي 2023-2024 الفترة الدراسية الأولى أول سؤال هنغدو المصطلح العلمي المقدرة على إنجاز شغل أو المقدرة على بزل شغل عرفناها قبل كده دي تعريف الطاقة شغل ينجزه الجسم بسبب حركته دي تعريف الطاقة الحركية أو طاقة الحركة طاقة يختزنها الجسم وتسمح له بإنجاز شغل للتخلص منها دي الطاقة الكامنة الشغل المبزول على الجسم لرفعه إلى نقطة ما لتعريف الطاقة الكامنة التساكلية أو طاقة الوضع التساكلية الطاقة اللازمة لتغيير موضع الجسم أو تعديله وتساوي مجموعة الطاقة الحركية كي إي وطاقة الوضع بي إي دي الطاقة الميكانيكية الميكانيكا الإنرجي السؤال الثاني أكمل العبارات الطاقة الحركية لجسم الماء اللي هي الكي إي أثناء حركته في مسار مستقيم تتناسب ترضياً مع مين معه مربع السرعة الخطية لأن نحن عندنا قانون طاقة الحركة الكي إي بتساوي مص مي في تربيع فتتناسب ترضياً مع الكتلة وتتناسب ترضياً مع مربع السرعة الشغل الناتج عن محصلة القوى الخارجية المؤسرة في جسم في فترة زمنية محددة اللي هو الدبليو يساوي التغيير في طاقته الحركية يعني الدبليو يساوي دل تكي إي اللي هو قانون الطاقة الحركية تعريف قانون الطاقة الحركية الطاقة الكامنة المختزنة في الأجسام والمرتبطة بموقعها إلى سطح الأرض طالما قال لك سطح الأرض أو مستوى مرجع أي طاقة كامنة يبضي طاقة كامنة تثاقلية والذي نبدأ منه قياس الطاقة الكامنة التثاقلية والتي تساوي عنده الطاقة الكامنة التثاقلية عند المستوى المرجع طاقة الكامنة التثاقلية عند المستوى المرجع بالسو صفر لأن الارتفاع في الحالة دي ارتفاع الجسم على المستوى المرجع بسو صفر ما فيش ارتفاع مقدار الطاقة الكامنة التثاقلية المختزنة في جسم تتوقف على وزن الجسم وتتوقف على كمانية احنا عندنا الطاقة الكامنة التساقلية اللي هي البي اي جي تساوي امي جي اتش فتتوقف على الوزن وهو امي جي وعلى ارتفاع الجسم عن المستوى المرجعي اللي هو اتش الطاقة الكامنة المختزنة في الاجسام المرنة والتي تسمح لها بالعودة إلى وضع مستقر بعد أن تتخلص منها تسمى طاقة كامنة مرنة ودي فيه الزنبرق أو النابض والخياط المطاطي المرن مقدار الطاقة الكامنة المرنة المختزنة في نابض تتناسب نغط مع مربع الاستطالة تتناسب طرديا مع مربع الاستطالة يقاس ثابت مرونة الجسم المرنة وهو وسي حسب النظام الدولي الوحدات بوحدة مين نيوتن ضرب متر على رديان تربيع وهنشوف الوحدة جبناها ازاي من المسألة يقول لنا خياط مطاطي مرن ثابت مرونته هنا اولا بدأ بكلمة خياط مطاطي مرن بسابت المرونة اللي هو سي عند لي الخياط صنع زاوية اللي هي سيتا بالدرجات فإن الطاقة الكامنة المرنة البي اي اي في الخياط المطاطي المرن الطاقة الوضع المرنة او البي اي اي بس ونص سي دلتا سيتا تربيع فأولا لو انا عاوز وحدة السيتا البي اي بوحدة نيوتن في متر وقسمها على الرديان تربيع بنيوتن في متر على رديان تربيع ده وحدة القياس طي ملحوظهم هم جدا لو طلب مني الطاقة الكامنة المرنة في خياط مطاطي مرن لازم تكون الزاوية بالرديان فهنا الزاوية عطهاني بالدرجة فانحول من الدرجات للرديان تكون الزاوية بالرديان ندول حاجة بعد كده نعوض نقول البي اي تساوي نص في السي بمية في باي على ستة الكل تابيع هتطلع معانا بوحدة الجول تقريبا 13.707 جول يبقى هم حاجة في هذه المسألة انحنا نحول الزاوية من الدرجات الى الرديان ازاي الزاوية اللي يعطهاني اضربها في باي وقسم على المية وتمانين السؤال الثالث اختار الاجابة الصحيحة الطاقة الحركية الخطية لكتلة نقطية تحسب من العلاقة كي اي تحسب من العلاقة نص ام في تربية يبقى العبارة ده او الاختيار ده سيارة تتحرك بسرعة خطية مقدارها في فاذا زادت سرعتها اصبحت اثنين في فان طاقة الحركة احنا لسه قيلين ان الطاقة الحركية تتناسب ترضيا مع مربع السرعة فلو السرعة زادت مرتين يبقى طاقة الحركة تزداد تزداد كم مرة اثنين تربيعي يبقى تزداد اربعة امثال طب لو قلنا الفي اصبحت نصف في فان السرعة قلت فطاقة الحركة تقل هالربع النص يصير ربع يبقى تقل الى الربع بل الاختيار ده ينفع لو كانت في واصبحت نصف في افضل خط بياني يمثل علاقة بين طاقة الحركة ومربع السرعة الخطية لسه قيلينها علاقة طردية وكذلك حتى لو قلنا الكتلة برضو هتمشي برضو علاقة طردية اذا كان الشكل المقابل يمثل تغير طاقة الحركة كي اي لجسم متحرك حركة خطية بتغير سرعته فان قتلة الجسم عاوز كتلة الجسم هنا مدينا كي اي ومدينا في تربيع سعود بالقانون عادي اني سقول الكي اي سوي نصف مV تربيع سعود الكي اي بخمسة بمية خمسة وعشرين نصف الكتلة مجهولة هنا محدش يغلط ويقول لي 25 تربيع لا هو عطينا الفي تربيع مباشرة الفي تربيع مباشرة يبقى احنا هنا على طولها هنخليها ب25 بطريقة الآن الحاسبة هتطلع معانا الام ب10 كيلوجرام رقم 5 برضو عندي شكل يمثل تغير طاقة الحركة بس هنا مجموعة اجسام مختلفة الكتلة فعاوز السرعة برضو هنكتب نفس القانون ان الكي اي بالساوي نصف ام في تربيع عندنا الكي اختار اي واحدة منهم مثلا اختار 48 نصف الكتلة هاخد اللقصات 48 48 يبقى هاخد 6 6 في الفي تربيع وطريقة الحاسبة نعوض وهنا نخلي اكس تربيع هتطلع معانا الفي ب4 متر على الثانية يبقى نختار الاختيار بيقول ان الاشكال التالية تمثل كتل مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة يعني كتل مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة اثنين فقط لهما نفس طاقة الحركة الشكل ايه؟ عندي الكتلة ام بواحد والسرع في اعتبرها بواحد طيب بطاقة الحركة بتاعته لو عوضنا نص في الام بواحد في الفي واحد تربيع هتطلع معانا الكي اي اي ساوي نص مثلا ده اول واحدة طيب تعال نشوف البي البي هنا عندنا الام نفرطها باربعة والفي بنص نعوض في الكي اي بي بتساوي نص الكتلة باربعة والفي تربيع اللي هي نص تربيع طيب تعالى هيوب بنص في اربعة النص تربيع بربعة هتطلع معاك بطريقة الحاسبة برضو بنص لو شوفنا التالتة عندنا السي الام بنص الفي بنص الكي اي بي الكي اي سي بالساوي نص الام بنص في الفي تربيع اللي هي كأنها هتبه بربعة فهتحسبها هتصبح واحد على ستاشر السي الدي كذلك هنحسبها برضو هتطلع اياه رقم غير فهنا الاتنية اللي ليهم نفسه تقط الحركة رقم سي رقم اي ورقم اي ورقم بي بها نختار الاختيار اللي هو الاي والبي الاي والبي الاي والبي هم ليهم نفس طاقة الحركة افضل خط بيان يمسي علاقة بين الطاقة الكاملة التثاكلية اللي هي البي اي جي وبعد عن المستوى المرجعي اللي هي تب علاقية هتكون علاقة طردية والمية اللي يساوي المية اللي يساوي من القانون ام جي اللي هو الوزن رقم تمانية اصقط طائرا حجرا كتلته عطينا الكتلة بالجرام نحولها للكيلو جرام نقسم على الف يبا هنا عطينا كتلة نحول من الكيلو جرام من الجرام الى الكيلو جرام نقسم على الف كان ممسكا بها فاذا كانت سرعة الحجر وهي على ارتفاع عشرين متر الاتش عشرين متر كانت السرعة اربعة متر الكل سنية واعتبار عجلة الجاذبية الارضية بعشر متر على السنية تربيع عاوز الطاقة الميكانيكية الميكانيكا الانرجي الميكانيكا الانرجيان عندي هي عبارة عن طاقة الوضع زائد طاقة الحركة الميكانيكا الانرجيان هنا نفق طاقة الوضع هنا طاقة وضع تساكلية وطاقة الحركة نصف ام في تربيع ونعود عندنا الام واحد من عشرة عجلة الجاذبية بعشرة الارتفاع بعشرين زائد نص ضرب واحد من عشرة ضرب الفي تربيع اللي هي اربعة تربيع هيطلع معانا الرقم عشرين بوينت تمانية جول يبعنا هنختار عشرين بوينت تمانية جول اذا تم لي جسمه مسبت بخيط مطاطي مرن محدثا اذا حزاوية قدرها دلتا سيتا فان الطاقة الكامنة المرنة في الخيط تحسب من اي علاقة نحن نقول البي اي اي نص سي دلتا سيتا تربيع يبا نص سي دلتا سيتا تربيع عندما ينزلق جسم كتلته ام من السكون على مستوى ماء الاملس يعني ما فيش احتكاك حتى اسفل المستوى فان شغل الوزن بيساوياه الدبلو بيساوياه بالنسبة لي طاقة الحرقة بيساوي التغير في طاقة الحرقة يبا هنا الدبلو بيساوي دلتا كي اي يبا نختار الاختيار الاول شغل قوة الوزن يساوي التغير في طاقة الحرقة ولو كنا تكلمنا عن طاقة الوضع كنا بنقول الشغل بيساوي معكوس التغير في طاقة الوضع يبا هنا بالنسبة لطاقة الحرقة نقول الشغل بيساوي التغير في طاقة الحرقة اللي هو قانون الطاقة الحركية إذا زادت طاقة حركة جسمة إلى أربعة أمثال فمعنى ذلك أن سرعته زادت كانت أولا في أصبحت اثنين في بزادت إلى المثلية أنه نحن قلنا فيه علاقة تناسب طرد بين طاقة الحركة ومربع السرعة الخطية جسم ساكن يعني سرعته بصفر الفي بصفر قتلته أم وموضوع عند المستوى المرجعي يعني الارتفاع بصفر اللي يدش عن المستوى المرجع بصفر فإن لو جينا لطاقة الحركة قلنا نصف أمي في تربيح طاقة الحركة بصفر ولو جينا لطاقة الوضع أمي جي إتش أو الطاقة الكملة التساكلية أمي جي إتش اللي إتش بصفر يبقى كأن طاقة الحركة تساوي صفر وطاقة الوضع تساوي صفر يبه نختار طاقة حركته وطاقة وضعه مع دومتان ناخد السؤال الرابع تتوقف الطاقة الحركية لجسم متحرك في مسار مستقيم على كتلته وسرعته الخطية العبارة خاطئة يمهن مربع تصحيح مربع سرعته الخطية إذا قلت سرعة السيارة إلى النصف فإن طاقة الحركة تقل إلى النصف هي فعلا تقل بس مش تقل إلى النصف تقل إلى الربع لأن فيه تناسب طرد مبيعا طاقة الحركة الخطية ومربع سرعة الجسم الخطي الجول وحدة لقياس الشغل وتكافئ كيلو جرام متر على الثانية العبارة خاطئة هي المفترض كيلو جرام متر تربيع على الثانية تربيع وده ليها أن أنت بتستنتجها من قانون الطاقة اللي بيساوي القوة في الإزاحة فهي بتساوي فالجول بتكافئ أو بتساوي كيلو جرام متر تربيع على الثانية تربيع لو عاوز أجيبها إزاي بتكافئها دي هنروح هنا نقول الشغل بيساوي الاف في الدي الاف اللي هي قتلة في عجلة في الدي الكتلة بوحدة الكيلو جرام العجلة بمتر على الثانية تربيع تحن مضروبة في الدي اللي هي بالمتر كده إذن الجول كأنها بتكافئ كيلو جرام متر تربيع على الثانية تربيع الشغل الناتج عن محصرة القوى الخارجية المؤسرة في جسم خلال فترة زمنية محددة اللي هو دابليو يساوي التغير في كمية حركته العبارة صح ولا غلط العبارة خاطئة يساوي التغير في طاقة حركته طاقة حركته دلتا كي اي الشكل المقابل يمثل تغير الطاقة الكاملة التثاكلية لجسم بتغير ارتفاع عن مستوى المرجعي عطينا طاقة الوضع وعطينا الارتفاع طيب ومطلوب ياه المطلوب بيقولنا عاوز وزن الجسم بيساوي عشرين نيوتن الكلام ده صح والله غلط احنا هنعوض في قانون البي اي جي بيساوي ام جي اتش انا هاخد قيمة من طاقة الوضع وليكن تملمية وهناخد الارتفاع المقابل اربع وباقي ام جي ام جي على بعضها اللي هي الوزن ام جي لو عملناها في طرف اللي هي كأنها الوزن بتساوي تملمية على اربع فهل ميتين نيوتن فبا اذا العبارة خاطئة اما لو طلب الكتلة كنا نقسم الميتين على العشرة هتطلع معانا بعشرين كيلو جرام فلو غلنا الكتلة فعلا عشرين كيلو جرام لو غلنا الوزن الى ميتين نيوتن تختزن الاجسام المرنة عند شدها او ضغطها او ليها طاقة تساوي الشغل الذي بزل لتغيير وضعها الى وضع الاستطالة او الانكماش او اللي صح طاقة الوضع المرنة او الطاقة الكامنة المرنة بتساوي عدديا الشغل اللي بزل عليها لتغيير وضعها من وائه الى وضع استطالة او الانكماش او لي رقم سبعة نابط سابت مروناته اللي هو الكي شدة بقوة فاسطة طالة بمقدار خمسة صنط دلتا اكس ولازم لها تحويل فإن الطاقة الكامنة المرنة في النابط احنا عندنا في النابط البي اي اي سو نص كي دلتا اكس تربية عندنا نص الكي بمية الدلتا اكس اللي هي كأنها خمسة من مية تربيع هيطلع معانا الطاقة الكامنة المرنة في النابط تقريبا بيتوم اللي هي مية خمسة وعشرين من الف جول تبهين العبارة خاطئة يطمط مرن رقم تمانية سابت مروناته قنسيب واحد اثنين يوتن في متر على رديان تربيع تم مليه من وضع سكونه بيزاحة زاوية مقدارها مدينة دلتا سيتا باي على ستة جزاء الله خير بالرديان فان الطاقة الكامنة المرنة مباشرة ده تعويض مباشر عندنا قلنا الطاقة الكامنة المرنة في خياط مطاط مرن نص سي دلتا سيتا تربيع نص السيب خمسين ودلتا سيتا باي على ستة محولها وجاهزة تربيع هتطلع معانا طاقة الوضع المرن في الخياط المطاط المرن تقريبا بنفس الرقم اللي هو بستة فاصلة تمانية خمسة تلاتة جول يبقى هتطلع صح عبارة صحيح الطاقة الكامنة المرنة المختزنة في خياط مطاط مرن تتناسب طرديا مع إزاحته الزاوية للسجيلين مع مربع إزاحته الزاوية دلتا سيتا تربيع الطاقة الكامنة التساكلية اللي هي البي اي جي لجسم يقع على ارتفاع معين تتوقف على كيفية الوصول إلى هذا الارتفاع العبارة خاطئة تتوقف على ارتفاع الجسم على المستوى المرجعي فهنا الطاقة الوضع التساكلية لو طلحت مثلا من الدور الأول للتاني سواء طلحت على سلم أو على مستوى مائل أو فأسنصير هتكون متساوية لأن الوزن نفسه وارتفاع الجسم على المستوى المرجعي نفسه فهتكون الطاقة الكامنة التساكلية لا تتوقف على كيفية الوصول إلى ارتفاع معين ولكن تتوقف على ارتفاع الجسم عن المستوى المرجعي السؤال الخامس علل لما يأتي ليه الكرة المجزوفة بسرعة أفقية كبيرة تقطع مسافة أكبر قبل أن تتوقف من كرة مماثلة لها قذفت بسرعة أقل لأن هنا لأن الكرة في الحالة الأولى تمتلك طاقة حركة أكبر ولذلك سرعتها أكبر ولذلك تقطع مسافة أكبر إذا أسقطت مطرقة على مسمار من ارتفاع من مكان مرتفع ينغرس المسمار مسافة أكبر مقارنة بإسقاطها من مكان أقل ارتفاعا لأن المطرقة في الحالة الأولى تمتلك طالما فيه ارتفاع حيني يبقى تمتلك طاقة كامنة أقولش كامنة وأسقط كامنة تثاقلية أكبر فتتمكن من بازلية شغل أكبر فتبزل شغل أكبر على المسمار فينغرس أكثر في قطعة الخشب ليه المياه السقطة من الشلالات يمكنها إدارة التربينات وتوليد الطاقة الكهربائية لأن الطاقة الكامنة التثاقلية بتتحول إلى طاقة حركية تعمل على إدارة التربينات وتوليد الطاقة الكهربائية طب الشكل المقابل عندي نباطة ينطلق الحجر الموضح بالشكل المقابل لمسافة بعيدة عند شد الخياط المطاطي المرن بقوة كبيرة للخلف ليه بينطلق الحجر مسافة كبيرة لأن هنا نحن هنا بنشده بقوة كبيرة للخلف لكي يختزن لكي يختزن طاقة كامنة مرنة طاقة كامنة مرنة كبيرة والتي تتحول والتي تتحول إلى طاقة حركية كبيرة فتقطع مسافة كبيرة السؤال السادس ما العوامل اللي بتتوقف عليها كل من الطاقة الكامنة المرنة المختزنة في خياط مطاطي مرن أنا عندنا البي اي تسا ونص سي دلتا سيتا تربيع يبقى تتوقف على مقدار الإزاحة الزاوية دلتا سيتا وعلى سابت مرونة الجسم المرنة ممكن سابت مرونة الجسم المرنة سيدة أشيلو وقول طول الخياط سماكة الخياط الخصائص المكانيكية للجسم المرنة بس لازم مع الإزاحة الزاوية طاقة الكامنة التساكلية الطاقة الكامنة التساكلية اللي هي البي اي جي ام جي اتش تتوقف على قن وزن الجسم اللي هو دابليو اللي هو عبارة عن الكتلة وعجلة الجاذبية الأرضية الثاني ارتفاع الجسم عن المستوى المرجعي اللي هو اتش بعد كده طاقة الحركة طاقة الحركة اللي هي الكي اي نص ام في تربيع يتوقف على كتلة الجسم ام السرعة الخطية للجسم اللي هي في السؤال السابع ارسم المنحنيات عندنا نحن الطاقة الحركية لجسمه مربع سرعته الخطية علاقة طردية الميل من القانون يساوي نص الكتلة العلاقة بين الطاقة الحركية والكتلة علاقة طردية الميل نص مربع السرعة الخطية العلاقة بين الطاقة الكامنة تساكلية والكتلة علاقة طردية الميل من القانون الباقي اللي عندي نحن مين الاتش والجي العلاقة بين الطاقة الكامنة التساكلية وارتفاع الجسم عن المستوى المرجعي الميل ساوي الوزن اللي هو Mg لذلك عندنا الطاقة الكامنة المرنة في خيط مطاطي مرن البي اي مع دلتا سيتا تربيح طردي والبي اي اي في حالة الزنبرق او النابض برضو علاقة طردية مع مربع الاستطالة هناخد المسائل حيثما لازم الامر ان نعتبر ان سطح الارض هو المستوى المرجعي وعجلة الجاذبية الارضية بعشرة بيقول لنا هنا قرة تنس كتلتها الكتلة بالجرام فنحولها بالكيلو جرام فعندنا الام باثنين من عشرة كيلو جرام على ارتفاع اللي هو H ال H بخمستاشر متر على سطح ارض رخوة طرية يعني فغاصت نزلت لتحت مسافة عشرة سنطي الدين اللي غصتها عشرة سنطي اللي هي واحد من عشرة متر المطلوب اول حاجة عاوز طاقة الحركة وطاقة الوضع التساكلية للكرة عند الارتفاع المسكور اولا الكرة كانت فوق وقال لنا هنا كمان كلمة سقطت يعني سرعتها في البداية كان الصفر ففي الوضع المسكور الاول كانت طاقة الحركة بصفر لان السرعة بتسوي صفر طاقة الوضع التساكلية بتسوي مجي اتش البي اي جي مجي اتش نعوض اتنين من عشرة في الارتفاع خمستاشر فعجلة الجاذبية بعشرة هتطلع معانا بكام هتطلع معانا بثلاثين جول طيب عاوس طاقة الحركة بتاعة الكرة لحظة ملامستها لسطح الارض الرخوة يعني كأنها وصلت لسطح الارض عندنا اكتر من طريقة لحل طاقة حركة الكرة لحظة ملامستها لسطح الارض عندنا دائما نخد قادة عامة ان طاقة الوضع اعلى يعني اعلى نقطة بتساوي عند اعلى نقطة بتساوي طاقة الحركة عند سطح الارض عند سطح الارض احنا حسبنا طاقة الوضع عند اعلى نقطة طلعت بكام طلعت بتلاتين بتساوي طاقة الحركة يبقى اذا طاقة الحركة عند سطح الارض بتساوي تلاتين جول لذي هي اسهل طريقة ان هي بتساوي تلاتين جول طيب ممكن نجيبها من قانون الطاقة الحركية إن W بيسوي دلتا كي إي ال W اللي هو مين M عندنا احنا هنا MGH سوي الكي إي فاينل ناقص الكي إي إنشل عندنا الكي إي فاينل تنزل زي ما هي والإنشل نعتبرها بصفر لأن سرعة الكرة في الأول كانت بصفر عندنا الكتلة بكام بي 2 من 10 فعجلة الجاذبية الأرضية ب10 في المسافة اللي سقطتها لسطح الأرض 15 اللي هو نفس الارتفاع يبطاقة الحركة في هذه الحالة بتساوي برضو 30 جول أو في طريقة تاني عندنا الطاقة الميكانيكية هي طاقة الوضع زي طاقة الحركة الطاقة الميكانيكية فوق كانت بصفو كام طاقة الميكانيكية فوق كانت بصفو طاقة الوضع ب30 زي طاقة الحركة بصفر يبطا تطلع ب30 جول الطاقة الميكانيكية تحت عند سطح الأرض عبارة عن طاقة حركة زي طاقة وضع هنعكس الكلام طاقة الحركة طاقة الميكانيكية قلنا بتلاتين طاقة الحركة مجهولة طاقة الوضع عند سطح الأرض بصفر يبقى برضو طاقة الحركة هتطلع بكام بتلاتين جول يبقى عندنا أكتر من طريقة الحل بس دي هنا هنفرطها لو كان فيه إهمال الاحتكاك نمشي الخطوة عندنا الأسهل والأبسط زي ما قلتلك طاقة الوضع عند أعلى نقطة بتساوي طاقة الحركة عند سطح الأرض فخلاص يساوي بعض أو تجيبها من قانون الطاقة الحركية الشغل بيساوي التغير في طاقة الحركة الشغل موجود موجود طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية ونعوض نجيب طاقة الحركة بعد كده بيقولنا عاوز قوة الاحتكاك المعيقة لحركة الكرة بفرض أنها قوة سابتة أثناء غوصها في الأرض الرخوة عاوز قوة الاحتكاك طيب عندي نحن هنا برضو هنجيب هنقول برضو من قانون طاقة الحركة الدابليو سوى دلتا كي اي الدابليو هنا هنفك عن مش بامجي اتش هقول اف دي كوزين سيتا بيتكلم عن قوة احتكاك كي اي فاينال ناقص كي اي انيشل نركز هنا هنا ادي هنا سقطت الكرة من فوق فضت نازلة سطح الأرض بعدان غاصط في الأرض الرخوة طرية دي مسافة دي وده كان اتش فاحنا هنا هنفرض ان بالنسبة للأرض هنا دي اسمها طاقة حركة كي اي انيشل واللحات ما وصلت هنا كي اي فاينال الكي اي فاينال هنا كأنها وصلت خلاص لنهاية الأرض الرخوة وقفت بصفر والكي اي انيشل اللي أنا حسبتها اللي هي عند سطح الأرض كانت بكام حسبتها بتلاتي عندنا عاوزين قوة الاحتكاك اف الدين لمسافتها اللي نزلتها لتحت الدين كانت موجودة الدين بواحد من عشرة متر وطالما قال لنا هنا في احتكاك يبقى الزاوية مية وتمانين درجة وقال لنا قوة احتكاك يبقى كوزين مية وتمانين درجة كوزين مية وياه وتمانين بالألحاظ بيبقى نعند الاف مجهول ضرب واحد من عشرة ضرب كوزين مية وتمانين يساوي طاقة الحركة في النهاية خالص هنا بصف الابتداء اللي هي حسبناها بتلاتين هنطلع قوة الاحتكاك بوحدة النيوتن هتطلع بكم هتطلع تقريبا بتلتمية نيوتن يبقى عندنا قوة الاحتكاك بتلتمية نيوتن برضو جبتها من قانون الطاقة مين الحركية بس نركز لما اختلفت المواضع بتختلف مين طاقة الحركة الابتدائية ومين طاقة الحركة مين النهائية يبقى إذن القوة ب300 نيوتن قوة الاحتكاء قرأ قرأ وزنها الوزن اللي هو عبارة عن الكتلة في العجلة تنزلق أول ما تسمع كلمة تنزلق يعني السرعة الابتدائية تساوي صفر والعجلة بموجب عشرة على سطح أملس احسب طاقة الوضع التساكلية ليه الطاقة الكاملية التساكلية للكرة عنده النقطة إيه طيب أقول له PEG بيساوي MGH الMG على بعضها ب500 والH اللي ارتفاع ب4 تطلع معانا ب2000 جول طيب بعد كده بيقولي نعاوز سرعة الكرة لحظة مرورها بالنقطة بي قلتلك هنا في الجسم لو انزلق السرعة الابتدائية بصفر وانا سطح أملس ما فيش احتكاك فممكن نحسب السرعة عند النقطة بيه بقانون قلناه مختصر جزر 2G او من قانون الطاقة الحركية عادة جزر 2 في عشرة في الـ اتش بأربعة هتطلع معانا جزر الثمانين جزر الثمانين بكم جزر الثمانين هتطلع بتمانية فاصلة تسعة أربعة أربعة متر على السنة طيب عاوز سرعة الكرة لحظة وصولها عند النقطة C معاوز عادة قانون الطاقة الحركية W بيساوي دلتا كي اي انا ممكن كنت تعاد بكم الطاقة الحركية في المطلوب برضو اللي جابنا الشغل بيساوي التغير في طاقة الحركة طيب عندنا الشغل اللي هو M G اتش التغير في طاقة الحركة نص M V initial final تربيع اللي هي هو يتحرك من ال B لل C يبقى هنا C تربيع دي النهائي ناقص نص M V initial هو بدأ نعتبر بدأ من عند النقطة B طيب عندنا احنا هنا ممكن نختصر الكتل مع بعض ممكن نختصر الكتلة مع بعض عن الكتلة دي مع الكتلة دي مع الكتلة دي تضيع مع بعض يبقى باجي الجيب عشر الارتفاع هنا باتنين يساوي نص ال V C احنا عاوزين ناقص نص ال V B جايب 8.944 تربيع بطريقة الحزب هنطلع ال V C هتطلع معانا السرعة تقريبا بجزر 40 6.3 2 متر على الثانية يبقى نراجع المسألة دي مهمة كرة وزنها يعني Mg تنزلق يعني السرعة اللي ابتدائها بصفر والعجلة بعشرة على سطح أملس يعني عديم الاحتكاك وممكن نحلها بعد كده بقانون حاجة اسمها الطاقة الميكانيكية عاوز طاقة الوضع Mg H عند النقطة Mg H ونعوض Mg 500 والH بأربعة اللي هي دي تطلع معانا بألفين جون بعد كده عاوز السرعة هنا تحت ممكن أطبق قانون الطاقة الحركية نفس ما طبقته هنا أو أختصر أقول هنا السرعة عند B طالما هنا السرعة فوق بصفر وهنا عاوزين السرعة هنا ومدين ارتفاع يبقى جزر نجي H على طول ونعوض H اللي هي بربعة ونجيب السرعة عند B طيب بعد كده بيقولون عاوز سرعة الكرة عند C طيب أنا عندي هنا في سرعة وهنا في سرعة يعني في سرعت هنا فهستخدم قانون الطاقة الحركية أفضل W بسوديل تكي E ال W اللي هو هناخد إياه كأن عند النقطة C M G H طيب وهنا هنقول تغير نفقها بنص M V تربيع نص M V تربيع بس النهاء اللي هو C والابتدائي بدأ من B ونبدأ نعود بدل ما أدور ازاي أجيب الكتلة من الوزن الكتلة هتبب بخمسين كيلو جرام لا نحزف M مع بعض شغل رياضيات الجيب عشرة واللي ارتفاع باثنين نص السرعة النهائية تربيع مجهولة ناقص نص في السرعة الابتدائية اللي أنا حسبت عنده نقطة B 8.944 تربيع هنحسبها بطريقة الالحاسبة وهتطلع معانا بستة بوينت اتنين وثلاثين متر على السنية سيارة كتلتها DL M تتحرك على أرض خشنة يعني في احتكاك بسرعة بسرعة ابتدائية تعمد قائدها على عدم الضغط على دواسة الفرامل أو المكابح فتحركت مسافة قبل أن تتوقف تماما يعني السرعة النهائية هنا أصبحت بصفر عاوز الطاقة الحركية الابتدائية طاقة الحركة في البداية طاقة الحركة اللي هي الكي في البداية اللي هي نص MV تربيع طيب نص الكتلة بتملومية الفي بثلاثين تربيع هتطلع معانا طاقة الحركة الابتدائية بوحدة الجول تلاتة ستة جدامها تل أربح تصفار تمية وستين ألف جول عاوز الشغل المبزول من الأرض على السيارة عاوزين الشغل الشغل هنا طالما مديني سرعات يبقى يستخدم قانون الطاقة الحركية دلتا كي اي طيب دلتا كي انا عندك كي اي فاينل ناقص كي اي انيشيان عندنا الدابليو بيساوي الكي فاينل هي قل نها تتوقف يعني بالله بصفر والابتدائية أنا حسبته تلتمية وستين ألف جول يب الشغل في هذه الحالة بيساوي القيمة بالسالب ثلاثة ستة أربع تصفار جول طيب بعد كده عاوس قوة الاحتكاك المعيق خلاص اجيب قوة الاحتكاك من قانون اني عندنا الدابليو بيساوي F D كوزاين سيت وطالما قوة احتكاك يببدي هنا في الاول الشغل هيطلع بالسالب ال F مجهولة اديه المسافة كام ميت متر في قوزاين الزاوية كام مية وتمانين درج تطلع بالسالب سالب مع السالب هيضيع يبب ال F هتطلع معنا بكم نضيع الصفران مع الصفريان راح 36 صفريان نيوتن 3600 نيوتن مسألة اربعة اطلق مكزوف من سطح الارض رأسيا لاعلى كما يقول لي كوزفا اعرف ان هنا العجلة هتوب بسالب عشرة عكس الجاذبية الارضية والسرعة بتتناقص الدان السرعة الابتدائية بعشرين ده ال V وصلت لسرعة ثمانية ال V فاينل عندنا كم يبلغ ارتفاع المكزوف كم يبلغ ارتفاع المكزوف برضو انا عندي سرعتين فاعود في قانون الطاقة الحركية W بيسوي دلتا كي E W اللي هو M جي H لان انا عاوز ال H طاقة الحركة نفقها نص M V فاينل تربية ناقص نص M V تربية ونعود انا ما عندي كتلة اضيحها رياضيا نخليك شغال هنا الجي ما ننساش بسالب عشرة لاني قزفة الاعلى قزفة ال H مجهولة نص السرعة النهائية عطهان اللي هي V2 بتمانية تربية ناقص نص السرعة الابتدائية عطهانا عشرين نقول عشرين تربية بطريقة الحاسبة نحسب ال H هيطلع معانا تقريبا بستاشر فصلة تمانية متر مسألة مسألة نقطة نقطة بيه بترتفع اثنين متر عاوز التغير عندما يصل الى النقطة بيه يعني الجسم هنا نازل احنا قلنا اسنان نزول الجسم نحو الارض التغير هيكون بياه بالسالب والشغل الناتج عن وزن الجسم هيكون بالموجب لاني ماشي مع عجلة جاذبية الارض فاحنا نغضي التغير نكتب قانون التغير حتى لو مش عارف سالب او موجب مجي ودائما التغير بنطرح النهائي ناقص الابتداء دائما طيب عندنا احنا الام تلاتة والجب عشر التغير عندنا الاتش فاينال باثنين الاتش انيش بتمانية هتطلع معانا زي ما احنا قلنا بالسالب سالب مية وتمانين جول سالب مية وتمانين جول طيب الشغل الذي يبزل اثناء سقوطه اللي هو دابلي ودابلي من وزنه دابلي ودابلي قلت نفس القانون بس هبدل اتش انيش ناقص اتش فاينال وهنعوض هو لازم يطلع بالموجب لان الجسم نازل باتجاه الجاذبية الارضية هتكون هنا تلاتة ضرب عشرة نبدل تمانية ناقص اتنين هيطلع معا نفس الرقم بالموجب مية وتمانين جول بعد كده سرعة الجسم لحظة وصوله الى النقطة بي ممكن نحلها باكتر من طريق عندي نحن هنا الجسم تحرك من النقطة ايه كان السرعة بصفر وصل للنقطة بي كان ليه سرعة عاوز سرعته فهنا طالما السرعة اللي ابتدائها بصفر والجسم سقط من السكون قلت لك ممكن تستخدم لقانون الجزر ال V final جزر 2 G H وهنا H هتوب دلت H أو سميها H ونعرف نعاوض مظبوط طيب ال V final اللي عنده نقطة بي 2 10 ما المقصود بال H اللي هي المسافة دي اللي تحركها ك 8 ناقص 2 يعني ب6 متر دل المقصود بها دلت H يب احنا هنعوض بال H أو دلت H دي مش 8 أو 2 هنطرح من بعض لانه كان عند الارتفاح 8 وصل الارتفاح 2 يعني يب تحرك ازاحة رأسية كام 6 متر عند احنا هنا هيطلع بجزر 120 جزر 120 بكام تقريبا بعشرة 0.95 متر على السنية أو ممكن برضو استخدم قانون الطاقة الحركية اقول W بيساوي دلت كي طي ال W بيساوي عندنا هنقول نص MV فينال تربية ناقص نص MV تربية اولا الشغل انا حسبته ب180 على بعض عندنا نص الكتلة ب3 ال V فينال تربية اللي هي ال V عند ال B تربية مجهولة ناقص السرعة في البداية سقطة كلها بصفر خلاص نعتبرها بصفر بطريقة الالحاز برضو هنحسب السرعة عند بيه هيطلع معنا بجزر ال 120 ليه 10.95 متر على السنين بكده نكون خلصنا حل درس الشغل والطاقة من بنك الاسئلة المرة الجاية ان شاء الله نبدأ في حل البنك اللي هو درس حفظ الطاقة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر